أحب أن أخبركم بأن ذلك الإرهاب اللفظي الذي تستخدمونه لإرهاب الناس وتخويفهم مثل أن تقول أنت صحيوني أنت ضد المقاومة أنت ضد الجهات كل هذا لا ينفع معي بحيث إذا واحد قال بأن حماسي مجرد حزب إخواني تابع لإيران وأنه ينفذ أجندة إيرانية ويتسبب في محرقة لأهل غزة ثم يذهب لقطر قلتم لا وأنت صحيوني وتقف مع إسرائيل فهو مسكين يخاف ويسكت لأنه لا يريد أن يكون صحيوني في نظر الناس تجد هؤلاء يقول لك سعودية تتعامل مع إيران عادي وحرام حماس تتعامل مع إيران المشكلة أن حماس توالي إيران موالات وليست معاملات واحد يرى قاسب سليماني الذي قتل السوريين والعراقيين يرىه شهيد ويرى بأن من يسب أمك عائشة رضي الله عنها هو أشرف منك ثم حماس حزب وليست دولة المهم تخيل أن ابنك يموت فأنا أقول لك عادي يا رجل أنت مرتك ولادة وسوف تمجيب لك غيره خليه يموت وأصلا أنت عندك خمس أولاد مات لك واحد واحد فقط تجدهم السوري يموت وهو يقول له اقتل يا بشار مليون في السوريات واللادات اقتل يا بشار مليون السوريين معروفين ما شاء الله بالولادات السوريات والفلسطينيات معروفون مثلا لو تذهب لليابان وتقول لهم من هو الشعب الولاد سيقول لك السوري والفلسطيني معروفين المشكل لو مات مليون والسوريون 19 مليون ياه ومشكل مات سوري مليون مليون عادي وهو لا يرى بأن هذا مليون إنسان مليون إنسان أيها الماتو فأنا أراكم شعوب تريد للفلسطيني أن يموت بدون هدف ويموت السوري بدون هدف وتنهار دول المسلمين اقتصاديا وعسكريا وعقائديا فقط لكي تبقى أن تتستمع للأخبار ومستمتع لأيها السيك والمريض واحد يقول لي أنت لو كنت أيام الثورة الجزائرية لما تحررت الجزائر جزائر كانت دولة واحدة وأمة واحدة تجاهد الناس موحدون تربوا على عقيدة ابن باتيس والطيب العقبي والبشير الإبراهيمي لسنوات وسنوات وأعلنوا الجهاد على مسمع من العالم ولم يكن عندهم حزب موالي لإيران ثم يجلب لهم القصف دون سابق إنذار ثم يختفي في قطر ثم هل إذا مات ملايين الجزائريين لازم يموت ملايين فلسطينيين يعني هي قاعدة وهؤلاء لا يقولون سودان خانة الأمة المغرب خانة الأمة الأردن خانة الأمة رغم أنهم مطبعون وهذا لأنه اشتراكي ستاليني حاقد على الخليج لأن الخليج يعيش ولم يمت وبلاده لم تقسم لحد الآن فهو حاقد عليه وهذا الحقد يبحث له عن مبررات كمبرر فلسطينيين يوم دخل سدام على الخليج قالوا له بكيماوي يا سدام بكيماوي وعندما استعانوا عليه بالغرب شتموهم كيف لا تتركون سدام يقتلكم ثم أحبوا سدام وعشقوه وأصبح سقر الأمة وأيضا يقول الحكم العرب خوانة والعرب خوانة يقفون ضد المسلمين وهذا لأنه يجب عليهم أن يواجهوا ثلاثين دولة نووية ويموتوا جميعا لكي يصبحوا مسلمين ويجب على السعودية والخليج أن يقطعوا النفط عن الغرب وعندما يقطعون عن النفط يا بني آدم سوف تصبح غير قادر على شراء حفاظ تصر به نفسك من ارتفاع الأسعار هذا ما سوف تجنيه بقطع النفط فلا تستعملوا فلسطين كذريعة لسبب الآخرين يعني أنت كنت ذاهب للجهاد بالأف خمسة وثلاثة التي صنعتها في غرفتك فجاء ربيع المدخلي ومسكت من حفاظك وقال لك لا تجاهد صح؟ غزة احترقت وأهلها هجروا ومات الأطفال والنساء وتحطمت البنايات وهو يقول انتصرنا لقد انتصرنا وهذا ثمن الحرية والمشكلة أن هذا العته ينسبونه للإسلام الإسلام الذي جاء لي كي يحافظ على الدين وعلى الأرض وعلى الأموال وعلى الدماء وجاء لينشر التوحيد وجاء ليعلمنا بأن الجهاد هو لنشر التوحيد وعلمنا المصالح والمفاسد ينسبون له هذا العته وهذه الأمراض وتجدهم يستدلون بآيات مواقف لصحابة رضي الله عنهم والمشكلة الأكبر أن هؤلاء هم الغالبية الساحقة في الأمة وصوتهم مسموع وهم من يصنعون الرأي العام ويجاهدون في اليوتيوب وفيسبوك وتويتر الذي يفترض أنها منتوجات أمريكية والتي يفترض أنهم قاطعوها وتجدهم يخوينون غيرهم لأنهم لم يقاطعوا منتجات أمريكية فيقول لك أنا أحتاج تويتر والفيسبوك واليوتيوب أحتاجوهم ولا يستطيع أن يضحي باحتياجاتها لليوتيوب ويريد أن يضحي بدول ما يقول لك تحية فلسطين والمقاومة من غرفة نومة